اذا باغلبية 13 صوتا وامتناع 2 عن التصويت صدق مجلس الامن على تجديد مهمة بعثة المنصف في الصحراء المغربية لمناقشة هذا الموضوع معنا مباشرة من واشنطن الاعلامي والخبير في الشأن الامريكي محمد سعيد الوافي مرحبا بك معنا محمد سعيد وافي مرحبا بك اخي عبدالله ابدأ معك بالجديد الذي حمله قرار هذه السنة والذي مدد بالاجمع بعثة المنصف في الصحراء المغربية وعبدالله القرار على طوله وعلى شساعة المواد التي تناولها يبدو بانه لمح بشكل صريح الى مجموعة من النقاط لعل اهمها كان هو البدء بالحديث عن ان المجلس يرحب بالزخم الذي احدثته الموائد المستديرة وشدد القرار على ذكر ان هذه الموائد التي حضرتها كل من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا ويعيد تكرار ذكرى الاطراف بما يعني ان مجلس الامن بات اكثر اقتناعا من اي وقت مضى بان الموائد المستديرة الحوار السياسي الحل السياسي نبد العنف والبحث عن حل مرضي لجميع الاطراف كله ينبثق من هذه المبادرة التي جاءت عن طريق المبعوث السابق للامين العام وهي الموائد المستديرة وكذلك الدعوة التي وجهها ديمستورا الى الاطراف في مارس الماضي بمعنى اخر ان الجزائر تخسر هنا نقطة هامة وهي محاولة التهرب والقول بانها ليس الطرف هذا القرار يضعها على قدم المساواة مع بقي اطراف هذا النزاع المفتعل بقطة اخرى المجلس هنا ينوه او قرار مجلس الامن سبع وعشرين سفر ثلاثة هنا يتطرق لموضوع حقوق الانسان يقول بالحرف واذ يرحب في هذا الصدد بالخطوات والمبادرات التي اتخذها المغرب وبالدور الذي طلع به المجلس الوطني لحقوق الانسان في العامل في الدخلة والعيون وتفاعل المغرب مع الاجراءات الخاصة لمجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة هذا الكلام ذكر عن المغرب في اشارة الى موضوع حقوق الانسان والتنسيق مع المندوبية الاممية لحقوق الانسان لكنه لم يأتي على ذكره بالنسبة لمخيمات تندوف فوق التراب الجزائري النقطة الاخرى والهامة التي يجب توقف عندها وهنا حين يتحدث ويعرب عن قلقه من بعض التجاوزات ويحث الأطراف على التنسيق من أجل حل سياسي ويدكر بوقف اطلاق النار تحت رعاية أو برعاية الأمم المتحدة سنة 1991 وبالتالي الكلام لم يكن موجها في أي لحظة أو أي فقرة من هذه الفقرات إلى المغرب على اعتبار أن المغرب لا زال ملتزما بوقف اطلاق النار لا زال يقوم بعملية البحث عن حل سياسي كل مرة يدعو فيها هذا القرار إلى الحل السياسي ويدعو الأطراف إلى بدل مزيد بالمناسبة بحمد شايدوخي بالنقف عند المشكلة التي يبدلها المغرب بقيادة صاحب الجلال تحدثت عن الحل السياسي المندوبة الأمريكية يعني بعد اعتماد القرار وفي كلمتها شددت على العمل ضمن عملية سياسية ناجحة هكذا وصفتها عملية سياسية ناجحة ودعت كافة الأطراف للانخراط مع جهود المبعوثة الشخصية للأمم المتحدة وركزت على جدية ومصداقية مبادرة الحكم الذاتي ما الذي تحمله هاتين الإشارتين؟ نعم بكل تأكيد حين تقول حملية القلم أو من كتبت هذا القرار وهي الولايات المتحدة تشدد على أن مقترح الحكم الذاتي أو مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي ذات مصداقية وحل قابل أو أحد الحلول المقبولة لإرضاء الأطراف على الأقل وبالتالي فهي تشيد بأن المغرب لديه حل سياسي مطروح على الطاولة في المقابل هناك خرق لوقف إطلاق النار تنصل من وقف إطلاق النار من قبل البوليساريو هناك تنصل من المسؤولية في هذا النزاع المفتعل من قبل الجزائر هناك نوع من العرقلة لكل مشاريع الأمم المتحدة نتحدث هنا عن لائحة طويلة من المشاريع منذ القرار 1754 وإلى غاية القرار 2654 لسنة 2022 كلها قرارات لم يأتي فيها على ذكر أي شيء اللهم المطالبة بإيجاد حل سياسي أشدد على أن هنا المغرب يكسب نقاط ونقاط كثيرة المغرب دائما يطالب بالحل السياسي وبالحوار وبالنقاش وبحضور الموائد المستديرة بحضور جميع الأطراف لا يتنصل من مسؤوليته على مستوى حقوق الإنسان القرار يشيد بدور المغرب على مستوى التنسيق مع الأمين العام ومع مبعوثه الشخصي استفان ديمستورا إلى المنطقة يشيد بدور المغرب ويشيد بالتسهيلات التي يقدمها المغرب على مستوى تنقل أعضاء بعثة المينورسو وضمان سلامتهم وضمان التنسيق معهم كل هذا يقوم به المغرب ويظل الكلام موجه في نهاية المطاف إلى الأطراف الأخرى وإن كنا هنا نستعمل كلمة الطرف الآخر لا نعني به فرد طرف آخر بقدر ما نعني الطرف المعاكس أو الطرف في الجانب الآخر من الطاولة وهو في الحالة هذه الجزائر وجبهة البوليسر يتابع لها ومن يدعمها من الدول التي ربما كل سنة يظهر تظهر دولة أو أخرى إشارة مهمة جدا أيضا يجب التوقف عنها المندوبة الأمريكية تتطرق في مجلس الأمن للوضع الكارثي الحالي في مخيمات تندوف ركزت على هذه النقطة كثيرا طيب ما الإشارة التي حملتها خصوصا وأن المغرب يعني دائما يركز على هذه النقطة ونقطة المساعدات ومسألة إحصاء المحتجزين في مخيمات تندوف القرار حمل هذا النقطة شكرا أنك ذكرتني يا عبدالله القرار تحدث عن المساعدات الإنسانية بالإضافة إلى حدث دول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى المساهمة أكثر وتقديم مزيد من الدعم خصوصا أن القرار يذكر بما حدث خلال الجائحة والكوارث التي وقعت على إخواننا المحتجزين في تندوف إلا أنه يشير وبطريقة صريحة ومباشرة إلى الحرص على التوزيع أو أن تصل هذه المساعدات إلى من يستحقها وهنا المغرب قدم اعتراضات كثيرة كان أهمها اعتراضات قدمها السفير المبعوث الدائم للمملكة المغربية لصاحب جلال إلى الأمم المتحدة سيد عمر هلال الذي قال مرارا أن هذه المساعدات يتم التلاعب بها يتم تحويلها إلى السوق الجزائري والبايعها في السوق السوداء وبالتالي القرار يذكر بأن عملية المساعدة لا تقتصر عند حدود المساعدة عبدالله ولكن يجب أن تكون هناك مساعدة وتتبع وصول هذه المساعدة إلى الأطراف التي تحتجها كذلك تم التذكير بالوضع اللا إنساني دعني أقول الذي يعيشه إخوانا المحتجزون في مخيمات تندوب في عرض الصحراء وهو عكس ما يراه ما رأاه وما عايشه المبعوث الشخص الأمين العام حين زيارته إلى الداخلة إلى السمارة إلى العيون إلى المنطقة حيث شهد كم التنمية التي يقد يوفرها المغرب لسكان المناطق الجنوبية والأقاليم الجنوبية مقابل ذلك كذلك تم ذكر الزيارات المتبادلة وهذه الزيارات المتبادلة أكثر ما تحرج تحرج جبهة البوليساريو وتحرج الجزائر لأنك في نهاية المطاف حين تكون تعيش في المخيمات وتزور الصمارة أو الداخلة أو العيون أو أي منطقة من المناطق الصحراء المغربية وتعود بعد ذلك إلى جحيم تندوف فإنك تتساءل ما الذي أفعله هنا ما الذي يرغمني على الجلوس هنا وطبعا هذا جزء من الحل الشامل والحل الشامل لا يكون إلا بالانفتاح على جميع على الإرادة الشعبية لسكان تندوف والمحتزازين هناك ومنحهم الحق في اختيار الوجهة التي يريدون التوجه إليها أشكر جزيلا شكر محمد سعيد وافي الإعلامي والخبير في الشأن الأمريكي كنت ضيفة من واشنطن ترجمة نانسي قنقر